السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا عن انتقال كوكب المريخ اللي رح ينتقل يوم الأحد تسعة حزيران من برج الحمل لبرج الثور بالنسبة لكوكب المريخ اللي رح ينتقل طبعا رح ينتقل يوم الأحد تسعة ستة ساعة أربعة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بدو ينتقل من برج الحمل لبرج الثور ورح يظل في برج الثور حتى يوم السبت عشرين سبعة ساعة ثمانية واثنين وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش كوكب المريخ هو المسؤول بتأثيراته عن الطاقة والنشاط والجراءة والقدرة الجنسية ومن صفاته الشجاعة والإقدام وحب المنافسة والجراءة والاندفاع والطاقة للعمل والنحية الجنسية والجدل والقسوة والتسرع المهم بهذا الموضوع انه عادة احنا لما بيجي بدو ينتقل كوكب المريخ من برج لبرج عادة قبل بخمس أيام بيبلش في آثار جانبية سلبية لهذا الانتقال وهي أعمال عنف حوادث كلها بتتعلق بالدمار والنار طبعا هذا الأمر لأنه هو كوكب أساسا له علاقة في هاي الأمور فبيعمل في المناطق المحتدمة كثير من المشاكل العرب قديما يعني كانوا يسموه النحس الأصغر أو كوكب الدم أو كوكب الحرب فعشان هيك إلو تأثيرات دائما فيها نوع من أنواع التشاؤمية لا شك إنه انتقاله رح يسبب حوادث لأنه على مدى سنوات طويلة وإحنا منراقب هاي المسألة دائما في فترات الانتقال دائما قبل بخمس أيام بعد بخمس أيام بتكون الأمور محتدمة العصبية والمشاكل والخصومات والحرائق والتوتر على مستوى نفوس الناس عموما فإذن هاي فترة حامية شوي طبعا الأحداث رح يكون بالمناطق الحامية أو المناطق الساخنة بالأحداث وبما أنه رح يكون انتقاله لبرج ترابي فتأثيره رح يكون بيتعلق بالأرض أو بالعواصف أو بالتربة زلازل انهيارات سقوط مباني برضو بيتركز على أمور إلها علاقة بالطلاق أو الزواج أو الرغبات الجنسية طيب من ناحية إيجابية بيستفيدوا موليد برج الثور من النشاط والطاقة والجراءة وبتتعزز الرغب الجنسية لديهم ولكن ممكن يندفعوا في تصرفاتهم أحيانا وبيتأثروا أيضا مع موليد برج الثور اللي هم موليد الأبراج الترابية والمائية يعني عند الثور العدراء الجدي وعند الحوت والسرطان والعقرب هذولا بيتأثروا بشكل إيجابي وطبعا كل شخص لما انولد وكان عنده موجود المريخ بالثور هذولا أشخاص عادة بتيجي الصفة لإلهم هم بيحبوا اكتساب المال بيسعوا إليه بشتى الطرق إن كان إيجابية أو سلبية طبعا بتتحدد على شكل الزوايا اللي بتتشكل مع أي كوكب كما إنه عواطفهم بتكون جياشة ومندفعة وممكن تصل للتهور أحيانا عشان نحدد إحنا إنه هو لما بيكون موجود بالثور بخلال الفترة القادمة اللي هي من يوم تسعة ستة ليوم عشرين سبعة هل رح يكون إيجابي ولا سلبي فلازم ننظر للزوايا وأنا نظرتي للزوايا يعني فيه زاويتين قويات جدا فشوي أعطتني نوع من أنواع التشاؤمية فخلينا نشوف مع بعض أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع السلبية رح يكون بين المريخ وبين بلوتو طبعا هاي الزاوية رح يكون يوم 11 ستة تأثيراتها بتبدأ من يوم 2 ستة وبتستمر ليوم عشرين ستة يعني مدة طويلة من التأثيرات قرابة الـ 18 يوم هاي الزاوية بتولد اندفاعات ومخالفة للصواب بتدفعنا للتمرد للتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع مقاومة النظام السائد أو القوانين بتعرق النجاح مبادراتنا وعلاقاتنا دوليا فهي بتدل على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال وبتدل كذلك على إنها هاي فترة ممكن تشهد اضطرابات للعمال اللي ممكن ترافقها اعمال شغب او حوادث عنف وممكن تشهد هاي الفترة برضو مقتل احد القادة او كبار الشخصيات في ظروف غامضة وازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبتدل على حوادث انقلابات عسكرية او مؤامرات او معمليات تخريبية او ارهابية او تفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغابات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين عطارد وبين المريخ هاي زاوية رح تكون ذروتها يوم واحد وعشرين ستة طبعا تأثيراتها قبل بيومين وبعد بيومين بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وتعزيز العلاقة مع احبانا بتشجعنا على القيام بالمبادرات وبتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري وبتمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في اداء اعمالنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين الزهرة وبين المريخ هاي الزاوية تأثيراتها قبل بثلاث ايام وبعد بثلاث ايام ذروتها يوم تسعة وعشرين ستة بزسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزيز العلاقات العاطفية الناجحة وبتزيد من اندفاعنا وشهوتنا وحبنا للملذات والاستمتاع بالحياة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين المريخ وبين زحل هاي الزاوية رح تكون يوم خمس سبعة تمنحنا وضوح كبير في حياتنا طبعا هاي الزاوية تأثيراتها خمس ايام قبل وخمس ايام بعد تمنحنا وضوح كبير في امورنا بتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في اعمالنا ومشاريعنا اما بالنسبة للزاوية الخطيرة الاخرى اللي رح تتشكل وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين المريخ وبين اورانوس هاي الزاوية رح تكون دروتها يوم خمسة عشر سبعة تأثيراتها بتبدأ يوم خمسة سبعة وبتنتهي يوم خمسة وعشرين سبعة يعني هاي بتعمل نوع من انواع التردد والخوف من اتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا تجعلنا غريبين الاطوار وعنيفين وبرضو بتضرب علاقات الصداقة وبتسبب شقاقات عاطفية والبعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة اما دوليا فهي بالدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كحرائق وتفجيرات او وقوع طائرات واحداث الها علاقة بالسك الحديد والزلازل والعواصف برضو ممكن يقع بعض التمرد او انقلاب عسكري او يتم عزل او قتل احد القاد الكبار او ممكن تشهد مظاهرات او اضطرابات في قطاع الصناعة او الصحة بسبب قمع الحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية او جنسية اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تسديس ايجابية بين المريخ وبين نبتون وهي الزاوية رح تكون يوم عشرين سبعة بيكون في نوع من انواع التركيز العالي لدرجة انه ممكن نكشف اي شخص بحاول انه يكذب علينا او يخدعنا كما انها بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة وممكن ان نحقق انجازات علمية او عملية تدفعنا للاثارة ولكنها ممكن تساعدنا في الكفاح من اجل مثل اعلى هاي الزاوية مناسبة للشعور بالاطمئنان النفسي والانجازات العملية الكبرى طبعا هاي الزاوية برضو تأثيراتها اسبوع قبل واسبوع بعد يوم عشرين سبعة يعني سبع ايام قبل وسبع ايام بعد طيب هيك بما انه الزاوية اللي شفناها في عنا زاويتين راح يكونوا خطيرات جدا بالفترة القادمة فربنا يمضي الفترة القادمة على خير وما يصير هذا الشيء اللي انا ذكرته ولكن هذه حركة كواكب لازم اذكرها بكل مجالاتها وبكل احتمالاتها على اساس انه يعني تكونوا بالصورة وتاخدوا بالاحتياطات اللازمة زوايا ايجابية في زوايا ايجابية اذا هي خليط ما بين النحوسة وما بين الايجابية يعني ممتزجة بنقدر نسميها خلينا نشوف ايش التأثيرات راح تكون على الابراج وكل برج ايش الاشياء اللي بيستفيد منها وايش الاشياء اللي بده يحذر منها برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا بيستفيدوا ماليا بما انه هو راح يدخل على بيت المال ولكن ممكن تتصاعد النفقات عندهم او يجيهم ضغط مالي او خسارة مالية بسبب تهور او خبر عن مسألة مالية شوي تعمل لهم خيبة امل في هاي الفترة بتتحسن وضعيتك المالية ولكن المصاريف بتكون اكثر فعشان هيك بدك تبعد عن المصاريف اللي ما الها داعي ممكن يكون في نزاعات لبعض مواليد برج الحمل مع رفقائك في العمل لا سيما رئيسك لاسباب مالية وعليك انك تتجنب التبذير برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور بدهم يضبطوا اعصابهم اثناء التعامل مع الغير لانه بكون عندهم استعداد لتصرفات متسرعة رغم انها بتزيد من ثقتهم بانفسهم وشجاعتهم وحيويتهم من ناحية ايجابية الا انه العصبية بتكون ظاهرة والتسرع بكون واضح وهذا الشيء ممكن انه بايجابيتها هيساعدك على تحقيق اهداف اهدافك الشخصية ولكن في اوقات رح يكون مزاجك سيء نافذ الصبر متلهف وهذا الشيء ممكن يسبب لك نزاعات مع المحيط عليك تجنب الافراط يعني من كل شيء حتى الاكل طعامك شرابك حوارك نقاشك ما تنفع لزيادة عن اللزوم برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعا بما انه رح يكون موجود في بيت المتاعف فبدهم يحذروا من اشخاص بتتآمر عليهم من وراء الكواليس او كمين او خدعة او ناس بتغرر فيكم او يا باب بتحاول يعني تتدخل في شؤونك الخاصة او تعمل خلاف ما بينك وبين زوجتك او بينك وبين حبيبتك او بينك وبين حبيبك او زوجك فبتكونوا حذرين من هاي النقطة وبرضو من ناحية قانونية بتكونوا ديروا بالكم بتميلوا للاندفاع بسرعة متخطي لكل العقبات هاي من ناحية ايجابية ولكنها برضو بتزيد من عنفك وفضاتك في التعامل مع الاخرين برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان بدهم يمتنعوا من مواجهة او فرض السيطرة على الاصدقاء او على المعارف بيزيد تأثيرك على اصدقائك من ناحية ايجابية ممكن تنشط اجتماعيا او تتعرف على اصدقاء جدد او تتحمس لفكرة بعض الاصدقاء لانطلاق بمغامرة او سفرة مثلا او احتفالية معينة او ترفيه عن النفس ولكن بدك تتجنب الدخول في جدال مع الاصدقاء او مع المعارف برج الاسد بالنسبة لمواليد برج الاسد طبعا وجود المريخ رح يكون في بيت السمعة فهو انا بتكون تتجنب الدخول في مواجهة مع المسؤولين في مجال عملكم ضبط الاعصاب ما تتسرع بتقديم الاعمال ناقصة يعني ما تتحقق من كل مجرياتها اهم اشي المشاكل مع المسؤولين تبعد عنها وممكن تحقق بعض الاهداف المهمة ولكن بتزيد من عدوانيتك واندفاعك حاول قدر الامكان تنتبه من المغامرات الغير مدروسة اللي ممكن بخطأ بسيط تشوه سمعتك تماما برج العذرة بالنسبة لمواليد برج العذرة طبعا هاي الفترة بتزيد عندهم عملية التفكير بالسفر او التواصل مع الاجانب او الامور اللي تتعلق بالقضايا القضائية ولكن بدهم يحذروا اثناء سفرهم لبعيد ما يدخلوا مناطق مجهولة ما يتعاملوا مع اشخاص ما بيعرفوهم وبدهم يتجنبوا القضايا القضائية بتميل لا تتبع اندفاعاتك وبتتخذ قرارات مفاجئة وهي ممكن تكون لصالحك ولكن دائما في زوايا صعبة حول انك تدقق بالتفاصيل او تراجع نفسك وممكن تقوم بخطوات مهمة من ناحية ايجابية او ممكن تقرر على سفر دون سابق انذار او دون سابق استعداد ولكن زي ما ذكرنا اتجنب التعامل مع الغرباء وكذلك السفر والتنقلات البعيدة الا اذا كانت اضطرارية برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بدهم يحذروا في اي شراكة مالية جديدة او مع شركائكم الماليين الحاليين يعني عندك شركة او متشارك مع اشخاص من ناحية مالية ما تدخل باي صدام معهم وانتبه من التلاعبات بالحسابات او من اخطائك انت الناجم عن طريق سهو باعداد تقاريرك بتميل لقبول التحديات في هاي الفترة من اجل اثبات قدراتك ولكن لا تهمل المسائل المالية التي تتعلق بشركاء المال حتى لو كان بنك ضريبة تامين ميراث كلها هاي ممكن تظهر على الساحة بتميل لقيام بالمجازفات ولكن ممكن تتعرض لبعض المشاكل في عملك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا رح يكون تواجد المريخ مقابلك تماما في بيت الشراكة العاطفية والمالية وبأثر على الازواج تحديدا فافكارك ومشاريعك بتلاقي استحسان من طرف زوجتك او زوجك او حتى شركائك بالعمل وممكن تصل لمرحلة التواصل البناء ولكن في لحظات مع العصبية اللي موجودة عندك والضغط الهائل اللي بيكون عليك ممكن تدخل بنزاعات في منزلك او شقاك مع شركائك اذا ما ضبطت اعصابك يعني بدك تكون حذر لانه هاي ممكن تتوصل لانفصال بسبب زاويتين كبار احنا ذكرناها فهذا الشيء بدك تكون حذر وتكون مرن وتضبط انفعالاتك برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا هو التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة اكثر شيء فممكن تقوم بمبادرة مهمة تستفيد منها وتتمتع بحيوية كبيرة ولكن حاول قدر الامكان انك ما تدخل باي خلاف مع زملائك بالعمل وبرضو بدك تنتبه من رفع اوزان ثقيلة عن الارض لانه نقطة الضعف بتكون عندك اسفل الظهر حاول يعني تعزز علاقاتك بميدان العمل تنشط كثير من ناحية عملية ممكن تحقق انجازات مهمة ويكون فترة ممتازة على مستوى العمل بسبب الحيوية اللي بتتمتع فيها ولكن احذر من الاخطاء الناجمة عن هذا الشيء ممكن تتعرض لبعض الالتهابات او الجروح او الحروق في ميدان العمل فعشانك برضو بدك تنتبه من هاي النقطة برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا هنا احنا بنحكي عن وجود المريخ في البيت الخامس لايلك فعناته رح يأثر عليك من ناحية عاطفية وطريقة التواصل ما بينك وبين الاحبة ان كان حبيب او عن طريق الاحبة اللي هم الابناء او احد الوالدين فابتكو تضبطوا اعصابكم اثناء التعامل مع احبائكم بيزيد حبك للحياة وعزمك بتزيد رغبتك للانطلاق للترفيه لتغيير الاجواء ولكن هذا شيء ممكن شوي بسبب سلوك العنف اللي موجود عندك يخليك تفقد السيطرة على عصابك ويصير فيه خسارة بلا احد الاحبة بيسوء تعاملك ولياقتك في العلاقات العاطفية بسبب العصبية والتسرع برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بدهم يتجنبه اي مواجهة مع افراد العائلة لانه هو موجود في البيت بيت البيت فاذا مشاكل عائلية او خلافات او مواجهات مشاحنات مع افراد العائلة ايضا ستات البيوت بدهم يحذروا او اللي بيشتغلوا فيه بالنيران او بالمعادن بدهم يحذروا من النيران والادوات الحادة بيزيد تأثيرك وسلطتك على وسطك العائلة ناشط جدا ولكن ممكن بسبب عصبيتك انه يصير في بعض الخلافات العائلية وممكن تصل حتى انه الحياة في المنزل غير محتملة فبدك تضبط عصابك تعرف تتعامل بتوازن وايضا ممكن يصير في بعض الاعطال المنزلية برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بدهم يحذروا في السفر داخل المدن بدهم يتجنبوا ايضا اي مواجهات حادة مع اخ او جار بيزيد تأثيرك وسلطتك على محيطك هذه فترة مناسبة للنجاح بالدراسات والمبادرات ولكن لا تعتمد على الحظ كثير بدك تعتمد على مجهودك وايضا حاول انك ما تتسرع بالاجابات او اثناء المقابلة بالاجابات بتزيد عدوانيتك وهذا الشيء ممكن يسبب لك خلافات او سوء تفاهم ايضا ابعد عن الانتقاد او الكلام المبهم لانه ممكن تنفهم برضو بسوء تفاهم وقلل من تهور اثناء قيادتك للسيارة لانه شوي بالتنقلات انتو عرضة للحوادث فبتكو تنتبهوا من هاي النقطة هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم بتمنى كل اشي سلبي ما يصير الاجابة صيروا اكثر كمان والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء